الموعد والاقتصادي نقدمه لكم من قناة الجزائر الدولي أهلا بكم بداية أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل مساء الخميس فرض حد أدنى قدره 15% للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات في قرار صدر بالإجماع بعدما تراجعت المجروة بولندا عن اعتراضاتها ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء الجديد حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2023 قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 7.5% سنويا وقال المركزي الروسي في بيان له أن القرارات اللاحقة بشأن سعر الفائدة سيتم اتخاذها مع الأخذ في الاعتبار ديناميكية التضخم والتكيف الهيكلي للاقتصاد وتقييم المخاطر الناجمة عن الظروف الداخلية والخارجية وردود فعل الأسواق المالية عليها وذكر البيان أن البنك قد ينتقل إلى تجديد سياسته في حالة حدوث زيادة إضافية في عجز الموازنة وأشار البيان إلى أن التضخم السنوي في روسيا ارتفع إلى 12% بحلول الثاني عشر ديسمبر بعدما كان عند 12.6 خلال شهر أكتوبر أشرت الحكومة الصينية إلى تقديم مزيد من الدعم لقطاع العقارات بعدما دفع الركود غير المسبوق في القطاع السلطات إلى تكيف الدعم لهذا القطاع في الأسابيع الأخيرة وفقا للقرار ذاته وأكدت الصين على موقع الحكومة المركزية عبر الانترنت حيث قال نائب رئيس مجلس الدولة ليوهي إن نظر جار بخصوص إجراءات جديدة لتحسين الوضع المالي للقطاع وتعزيز الثقة وهدأ ليو المخاوف من أن يؤدي ضعف الطلب على الإسكان إلى ركود طويل الأجل قائلا إن الصين لا تزال على مسار تحضر سريع قريبا انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وسط إشارات على تقلص العرض واحتمالية تحسن الطلب الصيني رغم الضغط الهبوطي الناجم عن رفع أسعار الفائدة وتراجعت العقود الآجلة لخامي برانت تسليم شهر فيفري بنسبة 0.23 متراجعة إلى 81 دولار أمريكي كما انخفضت العقود الآجلة للخامي الأمريكي تسليم جنفي بنسبة 0.26% لتصل إلى سعر 75.91 دولار للبرميل ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الجمعة مع هبوط الدولار إلى أن المعدن الأصفر في سبيله إلى تسجيل خسارة أسبوعية مع توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي استمرار عمليات رفع أسعار الفائدة لوقت أطول وصعد الذهب في المعاملات الفورية ب0.2% ليصل سعره إلى أكثر من 1780 دولار وزادت العقود الآجلة للذهب ب0.1% مسجلة سعرا عند 1789 دولار ونزل مؤشر الدولار ب0.2% مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج آخر خبر في النشرة الاقتصادية المسائية يمكنكم متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة